في الفيديو ده انا جاي اعلمك ازاي تعمل الكاراكتر اللي بيتكلم بدون علامة مائية وبحطه ازاي على البيجراوند اللي بتتهزدي ازاي هحول اي صورة للكلام اللي انت شايفه حالا خطوة بخطوة اهلا بكم معكم عاصم امام وانت هنا في قناة اي ماركتنج لوفرز متخصصين في التسوير الالكتروني والربح من الانترنت بطرق حقيقية لو انت اول مرة تشوفوا القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد وهيا بنا نشوف اهلا بكم مرة تانية انا بعمل الفيديوهات بتاعتي دي بخطوات بسيطة جدا وكلها مجانية مفيش ما بدفعش فيها اي فلوس النهاردة خطوة بخطوة هوريك ازاي تقدر تعمل فيديو بالشكل ده وتستغله في انشاء فيديوهات سواء شورتس او على اليوتيوب او على تيك توك او على اي منصة تانية انت حابب تشتغل عليها حابب قبل ما ادخل في الموضوع عفوا انا وهو بس على حاجة اه يا جماعة محتاجين اه تفاعل اكتر على المحتوى انا حاسس ان الحمد لله بنقدم محتوى كويس وحصري مش موجود في اليوتيوب ولا موجود في المحتوى العربي الحمد لله وكنا الصباقين في حاجة زي كده فما تبخلوش علينا بلايك وتعليق ولو قدرت تشير الفيديو شيره لان انت شايف ان احنا القناة الحمد لله يعني دخلين على التسعتاشر الف بس احنا يعني بنطمح ان احنا نوصل للمية الف بازن واحد احد وقريب ان شاء الله جدا لان الاول ما كنتش فاضي لليوتيوب لكن انا بعلنها هو دلوقتي بقى شغلي الشاغل هو اليوتيوب طيب اول حاجة بعملها خالص باجي على موقع ليكسيكا موقع ليكسيكا خلينا افتحه قدامك كده اهو بختار منه الشخصية اللي انا حابب ان انا اه اتكلم فيها في الفيديو يعني باشوف اي شخصية عجباني وكل اللي بعمله اه ان انا يا بكرية شخصية من الاول بعملها انا بالشكل اللي انا حبه يا اما في شخصية عجبتني بدوس بفتحها كده زي ما انت شايف وهنا في ساهمة هو بدوس عليها داونلود طيب تعالى بعد ما عملت الخطوة دي ادي اول خطوة روح تجيبت الصورة اللي انا عايزها بروح لموقع كامفا تمام موقع كامفا كل اللي عليك انك هتفتح اي اي حاجة يعني افتح حتى فيسبوك بوست ليه علشان اخد حاجة مربعة قدر احط جواها الصورة اللي انا عايزة طيب انا جبت الصورة يعني خليني اختار الكاركتر انا اخترت في الفيديو ده الكاركتر ده قبل ما اشتغل على الكاركتر يعني خليني اشيله تاني هنا البلانك ده عندي لونه ابيض فانا بخليه لونه اخضر زي الكوروما ليه علشان اقدر افصل اللون في المونتاج وهوريك ازاي بفصله على المونتاج طيب انا عملت الحركة دي فباجي احط الصورة في عندي هنا في كامفا برو اه يعني كامفا المدفوع ان انا اقدر هنا في الكلمة بتاعت اديت اميج اجي هنا واروح دايس على مجرد ما بدوس دوسة واحدة بس بيحصل ايه هتشوف اللي بيحصل دلوقتي قدام عينيك كل اه كل حاجة ليه علاقة بالصورة بتختفي بس انا خد اخدت ايه اللي انا عايزه تمام وبياجي هنا في كلمة شير وبعمل داونلود للصورة طيب بعد ما بعمل داونلود للصورة بعمل ايه تاني بروح على موقع دي اي دي طيب موقع دي اي دي بيتاح لك ان انت هنا اه ترفع الصورة الصورة بتعملها من اد هنا برفعها عادي جدا وباجي هنا مش محتاج ان انا حط صوت من عنده لأ انا باجي هنا بسجل صوتي عن طريق الابليكيشن بتاع ال 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 الكمبيوتر العادي اللي هو بوصله بالمايك اسمه فويس ريكوردر هوره لك الابليكيشن شكله ايه اهو الابليكيشن بدوس هنا اهو فويس ريكوردر بدوس على الزرار دا وهو هنا كده الواحده بيسجل وبعدين الفايل بيبقى عندي عالكمبيوتر فباخده وبعمله ابلود من هنا تمام فلما برفع هنا ابلود خلي بالك كل دقيقة بخمسة كريدت تقريبا فلما بيخلص الحساب ده تقدر تعمل ايميل جديد من غير تليفون وتقدر تدخل على اه دي اي دي وتعمل الكلام ده طيب تعال هنا نشوف ايه اللي حصل ادي اللي حصل اهو دي النتيجة اللي ظهرت عندي بس فيها علامة مائية زي ما انتا شايف اللي بيتكلم بالعلامة المائية هي وباخد انا هعمليه علشان اشيل العلامة المائية تعالى نشوف هنعمل ايه لما روح لبرنامج المونتاج انا جيت هنا لبرنامج المونتاج زي ما انتا شايف وبعدين ادي الصورة باجي هنا انا بشتغل على كامتازيا ستوديو با بورت الصورة فباخدها من على بتاعي هنا اهي وبدوس عليها تنين كليك وبتترفع زي ما انتا شايف اهي طيب انا حطيت الصورة في الحتة دي اهي اهي خدتها طيب الصورة كده عليها اللوجو بتاع دي اي دي وفي البيجراوند الاحمر ودي من الصورة ده عبارة عن فيديو ليه فيديو لانا لو عملت كده هتلاقي الكلام في الفيديو ده انا جاي اعلمك طيب انا هعمل ايه علشان اتفادى الكلام ده باجي في العلامة بتاعت الكروب دي بدوس عليها فلما باجي احرك كده بقدر احرك بدون اي اه مشاكل طيب انا عملت كده فخفيت العلامة باجي ما نساش واروح اعملها تاني على السهم اللي هو اقدر اتحكم في دي طيب في عندي هنا المفروض اللي اسمه باجي هنا حاجة اسمها بريموف القرار باسحب كده باخده كده بارميه على الفيديو ده بيظهر لي هنا تابة فالتابة دي هنا اللون لاخدر با ديفولت يعني اوتوماتيك هو بيفتح لي على اللون لاخدر لو ما فيش لو اللون لاخدر انا البيجراوند عندي مش باللون لاخدر بدوس هنا على دروب منيو دي وباخد الالم بعلم بيها على اللون اللي موجود طيب بعمل ايه اهو بعمل بعلي كده لحد ما اللون بيروح لحد ما اللون اهو روح خلاص كده اهو بقى فيديو فاضي في الفيديو اهو فاضي مفوش اي باجراوند ده انا جاي اعلم بقى للجزئية التانية والاهم انا علشان اعمل الصورة اللي انتو شفتوها بتتهز دي ورايا في الباجراوند ازاي هعمل ايه بروح للموقع ده وكل حاجة هسيبها لكم كل الموقع ده مجانا انت بتعمل لوجين وبعدين بتقول له انت هتاخد الصورة بتاعتك من غير اي مشاكل ومن غير اي حاجة هتتعمل كل الكلام ده بيحصل فقال من دقايق يعني وهيب هنزل هنا وهاخد الصورة هدور لقع الصورة اللي انا عاملها علشان بس ايه ما حدش اتلغبط لان السؤال جال كتير واصلا كنا شرحينه في حلقات بس خليني اه يعني مش مهم نعيد من داني طيب ادي الصورة طيب الصورة دي انا اقدر اتحكم في في الرايح جاي بتاعها ازاي هي لما بتنزل عندي بتنزل سبتة اول حاجة هنا يعني انت عايزها هنا تتحرك ازاي بص هنا اول واحدة شايف السرعة تبقى سرعة كبيرة جدا طب هاجي هنا اتنين بقلل السرعة تلاتة بقلل خالص اربعة لحد رقم ستة فبقللها جدا تمام طيب تعالى بقى الانيميشن ستايل ستايل الانيميشن انت عايزه يجي من اليمين للشمال كده زي ما هو بيجي ولا يجي بلفة دوران كده اهو اهو كل ولا على شكل داير اهو شايفت بيضير ازاي ولا على شكل بيضاوي هتلاقي بياخد بالطول اللي تحت وفوق كده ولا من فوق اللي تحت بس اكن بقى ازل زي له بتاع طيب يعني انت عايزه عايزه ايه عايزه كده بالليس دي اهي شايف شايف ده بقى سريع ازاي وشايف دي شايف دي بص هنا للنس ده شايف الصورة هنا بترفع ازاي بتاعلى هنا هتلاقي رفعة بص هدد شوية لكن هنا انا بخلاها ترفع جامد باخد الصورة بمطها كده طيب انا بعملها في النص عشان تبقى هادية ومريحة لعين طيب ايه تاني الفوكس بقى انت عايزت تفوكس الحركة دي من فيه من نص الصورة ولا من الاخر ولا من الاو يعني بص ادي ده السنتر السنتر هو اللي بيفضل ثابت وفوقه تحت بيتحرق طب انا عايزها اهي بقت تحت ثابت وفوق هو اللي بيتحرق طب عايزها فار فباجي فوق ثابت وتحت هو اللي بيتحرق بعد ما بخلص الشكل اللي انا حبه وخلاص عايزه باجي هنا على كلمة شير بدوس عليها هو بيرندر الصورة الواحد وهو بيتحرق اهو وبعد كده بيقول لي عايزها ده ونلود ايه عايزها جي في اف اه جي اي اف ولا ام بفور ولا عايزها ايه فباخدها ام بفور وباخدها وبعدين احطها على المونتاج وبحط الصورة بتاعتي واشيل زي ما انتم شفتوا بالزبط عفوا زي ما انتم شفتوا بالزبط عملت ايه على كامتازي يستوي الموضوع سهل وبسيط اتمنى ان هي معلومة تكون اه يعني متوضحها باكبر شكل ممكن يعني انا حاولت اقول ان انا اوضحها باكبر شكل ممكن عفوا انا شكلي تعبان يعني فالو ان شاء الله آآ آآ في فيديو ان شاء الله بازن الله نازل آآ هيكون جامد وقوي جدا 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 وهتكون تفرح في موضوع الرسم بزكاة الاصطناعية. يعملوا حسابكم ان شاء الله احنا كل يوم الساعة عشرة عندنا فيديو جديد بازن الله غير الشورتس وغير الكتب اللي بنزلها بازن الله. اتمنى لو انت جديد وشفت القناة ومحتوى انا عجبك ممكن تعلق لنا وممكن تقول لنا محتاج نشرح لك ايه بالزبط واعمل لايك الفيديو وما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. واتمنى ان كل الناس تشاير المحتوى على صفحات الفيسبوك بتاعتها او آآ لصاحبك على تليجرام ولا آآ آآ واتساب علشان القناة تكبر ونكبر بيكم ويبقى دفع معنوية كبيرة قدم بها محتوى ان شاء الله يكون احسن من كده. شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة